درغم التحذيرات المتواصلة الصادرة عن خبراء في مجال الحماية الاجتماعية والاقتصادية من تداعيات اتساع رقعة المحالين على التقاعد المبكر والتأثيرات السلبية على مؤشرات الفقر والبطالة والنمو الاقتصادي تواصل الحكومة إحالة المئات على التقاعد المبكر وسط أنباء غير مؤكدة رسميا عن تقفيض شرط التقاعد المبكر من استكمال الموظف اشتراكات 30 عاما من الخدمة إلى 25 عاما فقط فما تداعيات هذا الملف على الأوضاع الاقتصادية للأردنيين وعلى مؤسسة الضمان الاجتماعي نفسها والاقتصاد بشكل عام للإضاءة على هذا الملف نرحب بخبير التأمينات الاجتماعية سيد موسى صبيحي صباح الخير سيد موسى صباح الخير أخي موعد أهلا بك أهلا بك لربما بالأوين الأخيرة ملف التقاعد المبكر عاد إلى الواجهة وبشكل كبير لما له تأثيرات اقتصادية وتأثيرات أيضا على الأردنيين ولكن لنأتي مما أشيع مؤخرا وهو من 30 عام إلى 25 عام تخفيض الخدمة للتقاعد المبكر تداعيات هذا الملف وهل تتوقع أن يدخل حيز التنفيذ وإذا دخل إلى أين سنصل أشكرك أخي موعد صباح الخير إليك لكل الجمهور اللي عم يشاهدنا يعني الحقيقة هي معلومة تم تداولها بشكل كبير جدا وأنا من الممكن وصلتني أكثر من 50 مرة كما ذكرت لك قبل أن نخرج على الهواء لم يتم التأكد أو التحقق من مدى صحة هذه المعلومة فيما إذا اتخذت الحكومة قرارا أو تفكر باتخاذ أي قرار يتعلق بأنه كل من له خدمة أو اشتراك ضمان 25 سنة يتم إنهاء خدماته وبالتالي يحال إلى التقاعد المبكر هذا خطير جدا ومؤشر خطير حتى على مستوى 30 سنة أنا كنت ضد هذا القرار ودعوت الحكومة أكثر من مرة لأنه هناك تأثيرات سلبية بالغة أولا على المتقاعد نفسه لأنه المتقاعد يعني ينخفض دخله بشكل كبير لا يقل عن 30 بالمية أو أحيانا يصل إلى 40 بالمية حسب مدة الخدمة وبالتالي سوف يعاني في مثل هذه السن بيكون عمره يمكن 49 48 50 سنة ويكون عنده عادة أبناء على مقاعد الدراسة الجامعية فالكثيرون من هؤلاء يعانون من ضعف دخلهم وبالتالي يضطر اضطرار بعد حصولها على التقاعد المبكر المخفض رغما عنه وهي إحالة نوع من الإحالة القسرية على التقاعد المبكر وهذا أنا أعتقد أنه مخالف أيضا لقالون النظام الاجتماعي ومخالف أيضا للدستور الأردني لأنه الموظف له الحق بأن يبقى في الوظيفة العامة إذا كنا نتحدث عن القطاع العام حتى سن الستين بالنسبة للذكر وحتى سن الخامسة والخمسين بالنسبة للإناث لكن أن يحال قبل هذه السن إلى التقاعد المبكر أو تنهى خدماته دون سبب واضح ودون أسس واضحة وعادلة وشفافة فمعنى ذلك أنه إحنا ننتقي انتقاء أشخاص معينين ونحيرهم إلى التقاعد وهذا ما حصل في كثير من الحالات حتى على مستوى الثلاثين سنة هناك من يمدد له حتى بعد الستين صحيح ودون أن يكون هناك ضرورة قصوى لوظيفته ولذلك الأثر السلبي على المتقاعد واضح تماما الأثر السلبي على الاقتصاد أيضا لأنه إحنا بنخفض نسب الإنفاق في الدولة في الاقتصاد الأردني وبالتالي تتأثر كل الدوائر والحلقات الاقتصادية في المجتمع الأردني بنزيد معدلات الفقر لأنه اللي بنزل دخله 30% ربما يعني ينزق إلى ما دون خط الفقر وبالتالي إحنا بنزيد أعداد الفقراء إذا كان لدينا الآن 25% من الأردنيين فقراء كما تقول الإحصائيات معنى ذلك أنه هناك أيضا سيكون هناك مشكلة أكبر في المستقبل وأيضا هذا بيرفع البطالة لا يحل مسألة البطالة يعني أنا اللي بطالة في الحكومة حتى تحل مشاكلها مش هيك لابد من أولا توطيد الاستقرار بسوق العمل سواء بالقطاع الخاص أو بالقطاع العام عندما تثار قضية مثل هذه القضية أنه 25 سنة وهي ربما تكون إشاعة لحد الآن أنا لست متأكدا وحاولت أنا تحقق من أكثر من المسؤول لكن لم أحظى حتى هذا اليوم بأي إجابة منهم عن هذا الموضوع هذا يؤدي إلى قلق في قطاع العام يؤدي إلى قلق الموظف عدم استقراره يعني يضعف انتمائه ويضعف كفاءته ويضعف انتاجيته فإحنا ليش نعمل نوع من الأرق والقلق للموظف العام وهذا بالتالي يؤثر على مسيرة القطاع العام وكفاءة القطاع العام بدل أن نرشق القطاع العام والترشيق أيضا إذا كانت الحكومة تتحدث عن ترشيق القطاع العام ليس بهذه الصورة يرشق القطاع العام ترشيق القطاع العام يعني أن تستفيد من كل الموارد البشرية لديك مش أن تحيل الناس إلى التقاعد وأن تقدم لهم أيضا حوافز يعني الآن بعض الشركات وبالأمس سمعنا أيضا أمات عمال كبرى تقول أنه لديها خطة خلال عشر سنوات في حالة أو بنها خدمات أو بتحفيز الموظفين على أنهم روح على التقاعد والبكر يعني جزء منهم على التقاعد والبكر وأن تقدم لهم حوافز تشجيعي على ذلك بدل من ذلك لابد أن نستفيد من هذه الموارد البشرية ضمن أقصى قدرة وقوة لا أن نحاول أن نخلق بلبلة في القطاع العام لا تتوقع بأن تكون هذه الخطوة لإنهاء الترهل الإداري في بعض المؤسسات الحكومية وفي بعض القطاعات يعني أنت ذكرت أمان تعمان والجميع يعلم أن أمان تعمان هناك فيها آلاف الموظفين بل مئات الآلاف أنت تستطيع أن تحسن استغلال واستخدام هؤلاء الموظفين تحسن إدارة الموارد البشرية نحن نتحدث اليوم عن علم إدارة كيف ندير الموارد البشرية ونستفيد منه لا يوجد موظف دون أن يكون له فائدة على إطلاق صحيح أن هناك تعينات ربما مبالغة في فترات سابقة لكن ما الذي يمنع حتى لو رشقنا وأنهينا خدمات أن نعود من جديد إلى التعينات والواسطات والمحسوبيات والآن ستكون الواسطات والمحسوبيات أكبر مما سبق لأنه الآن خرج ديوان الخدمة المدنية من موضوع تنظيم الدور وبالتالي أعطى المجال للمؤسسات والوزارات أن تعين يعني من خلالها بشكل مباشر دون أي التزام بموضوع الدور وموضوع سمت التخرج إلى آخر هذا سيولد بالتأكيد فرص أكبر للمحسوبيات والتعينات المبالغة ونعود مرة ثانية ونقول أنه لدينا تضخم في جهاز القطاع العام ولا بد من ترشيقه الترشيق الوحيد هو أن نحسن إدارة الموارد البشرية ونستفيد منها من أقصى قدرات من أراد أن يخرج من أراد بإرادته برغبته فليكن له ذلك إذا أراد أن يخرج إلى التقاعد المبالغة هذا القرار في حال طبق اختياريا يمكن للموظفين في القطاع الخاص أن يستفيدوا من هذا لا يوجد اختياري المشكلة أنه لا يوجد الاختيار موجود حاليا الآن ضمن سيناريوهات التقاعد المبكر الموجودة في قانون متوفرة في قانون ضمان اجتماعي الموظف الذي عنده 25 سنة وأكمل 45 يستطيع أن يخرج الموظف الذي يكمل 50 سنة وعنده 21 سنة اشتراك أو عندها 19 سنة اشتراك يستطيع أن يخرج على التقاعد المبكر فالخيارات متاحة كل ما لديه ما عليه أن يقدم استقالاته ويذهب إلى مؤسسة الضمان ويتقدم بطلب التقاعد المبكر ليس هذا هو المطلوب أيضا هناك أثر سلبي بالغ جدا ليس فقط على الاقتصاد وعلى الموظف على الضمان الاجتماعي هذا اللي بدي أسأله لربما بالعامية الناس بتحكي لك بيت مال الأردنيين لأنه أغلب الأردني أو أكثر من 8% بالضمان الاجتماعي هذه التداعيات اليوم إذا صار في عندنا تقاعد مبكر ويعني كمثال أنت طرحته أيضا إيش الأضرار اللي ممكن تصير في الضمان الاجتماعي وهل سيستطيع الضمان الاجتماعي دفع رواتب كل هؤلاء الأشخاص شوف أخي معاذ أنا الآن أوجه رسالي إلى الحكومة الحكومة أنا متأكد أنها حكومة وطنية وتسعى إلى الصالح العام وتفكر بمستقبل الأردنيين ومستقبل الأجيال اليوم حتى صباح هذا اليوم وصل عدد العدد التراكمي لمتقاعد الضمان إلى 335.397 متقاعدا 49.9% من هؤلاء تقاعدوا تقاعدا مبكرا يعني لدينا أكثر من 167.000 متقاعد مبكر تراكميا من بين هؤلاء 40% تقاعدوا مبكرا من القطاع العام ومعظم هؤلاء تقاعدوا رغما عنهم بمعنى تم إحالتهم تم إنهاء خدماتهم بقرار حكومي وبالتالي يضطروا أن يذهبوا باتجاه التقاعد المبكرا كانت فاتورة الرواتب التقاعدية في عام 2023 تقريبا 1.6 مليار دينار أردني هذا فقط ما يدفع الضمان الاجتماعي بمعنى أنه الآن آخر شهر شهر 5 الرواتب كانت قيمتها تقريبا الفاتورة 150 مليون أنا توقعاتي خلال عام 2024 ستتجاوز فاتورة الرواتب التقاعدية من على الضمان الاجتماعي 1.9 مليار دينار أردني على الحكومة أن تفكر بهذه الأرقام الآن قبل عشر سنوات كان مقابل كل متقاعد 5.3 مشتركين الآن نتحدث عن مقابل كل متقاعد 4.6 مشترك فقط لغير قلت النسبة وهذا يؤدي إلى الوصول إلى نقطة التعادل الأولى ما بين النفقات التأمينية والإرادات من التأمينات وهذه نقطة الخطر الأولى اكتواريا هذا متوقع أنا حسب توقعاتي ربما خلال سبع سنوات إذا استمرنا ضمن هذه السياسات سنصل إلى هذه المرحلة فلماذا نصل إلى هذه المرحلة أنا أوجه هذا النداء وأخاطب حصافة العقل الأردني وحصافة الحكومة الأردنية أن تتريث كثيرا وأن توقف التقاعدات المبكرة القصرية بمعنى أن توقف كل قراراتها حتى الثلاثين سنة وإلا خمس وعشرين سنة هذا سيكون كارثة على الضبان بالتأكيد وأيضا قرأنا أمس أمات عمان 12 ألف أو 11 ألف وأربعمائة يعني موظف سيحالون ضمن خطة للموارد البشرية خلال عشر سنوات يحالون يعني بمعنى ألف كل سنة يروحوا على الضمان الاجتماعي ويأخذوا معظمهم ربما يكون تقاعدا مبكرة مقابل حوافز تشجيعية لاحظ أننا نشجع على الخطأ نريد أن نشجع على الخطأ بدل أن نوطد استقرار العامل بسوق العمل ونستفيد منه الموظف قدر الإمكان ونعمق انتماءه لعمله وإنتاجيته خلينا ننظر للإنتاجية والانتماء والولاء وكيف أنا أستغل هذه الموارد البشرية مش أنا أطفش الموارد البشرية وأقول لهم لا إحنا بنا نعطيكوا حوافز وإطلعوا وهذا ما تسير عليه الآن كبريات الشركات في المملكة لاحظ والجامعات وغيرها ولدي أمثلة كثيرة جدا كل يوم تصلني أمثلة من هذا القبيل الناس يخرجون رغما عنهم الغالبية رغما عنهم أنا مستقر بسوق العمل سواء بالقطاع العام ولا بالقطاع الخاص مرتاح في وظيفتي أشعر بانتماء فلماذا أخرج على التقاعد المبكرة يعني لو هذه أطيت حوافز لزادت انتاجية الموضف بتأكيد فالخطر على الضمان واضح أنا أرى بعيني الآن عبر مسيرة عبر السنوات القليلة القادمة ولذلك يجب أن ندرأ هذا الخطر لأنه كلما اقتربنا من هذه النقطة هذا سيضطر الحكومة ومؤسسة الضمان إلى الذهاب باتجاه تعديل قانون الضمان ولن يكون تعديلا رحيما لاحظ لن يكون تعديلا رحيما وإنما سيتضمن ربما جراحة قاسية ومؤلمة فلا نريد أن نصل إلى هذه المرحلة علينا أمن نصوب عدد من السياسات التأمينية وسياسات القرارات الحكومية وغيرها وهناك بعض الأمور الاقتصادية والتنسيق ما بين مؤسسة الضمان وكل المؤسسات الأخرى ثم بعد ذلك يعني أنا متأكد أنه الوضع المالي والمركز المالي للضمان سيكون في وضع جيد ومريح نعم فلا نريد أن نصل إلى مرحلة ربما يعني نحس فيها بالعجز المالي لأن الحكومة هي أيضاً كفيلة لأي عجز في سداد أي عجز في الضمان الاجتماعي وخاصة في صندوق القطاع العام اللي بضم القطاع المدني والقطاع العسكري هذا الصندوق أيضاً بدنا نحافظ عليه حتى يستمر في أداء رسالته ودوره في خدمة الأجيال وخدمة المتقاعدين الحاليين والمستقبلين نعم هناك مهن تختلف عن مهن أخرى ومنها لربما المهن الخطرة ما ينطبق على هذه المهن وتحديداً في القطاع العام ينطبق على البقية ونعلم بأن هذه المهن لها قانون مختلف في الضمان الاجتماعي لها نظام تقاعد لها نظام تقاعد صحيح يعني أنا أتمنى أنه أن نقتصر التقاعد ربو بكر على العاملين في المهن الخطرة لكن علينا أيضاً قبل ذلك أن نراجع جدول المهن الخطرة اللي صادر بموجب يعني قانون الضمان لأنه أنا أعتقد أنه فيه نوع من المبالغة ويعني بمعنى أنه عدد كبير من المهن عملت كمهن خطرة وبعضها لا أعتقد أنه مهن خطرة كما في العالم الحديث كما يجري فيه مؤسسات التأمينات الاجتماعية والضمان الاجتماعي في العالم ذلك بدنا نعيد النظر فيها ونحصر في فعلاً مهن خطرة لا يستطيع الإنسان أن يمكس فيها فترة طويلة لأنها تؤثر على صحته وربما تهدد حياته ولابد من إخراجه من سوق العمل أو على الأقل وهذا الذي أنا أنصح فيه وهذا ما تعمل الدول كثيرة بدل ما أني أخرجه من سوق العمل ويحصل على راتب مخفض مدى الحياة خلينا ننقله من العمل في مهن خطرة إلى العمل في مهن غير خطرة عندها نحن نحافظ على وجوده بسوق العمل وعندها نحن نمكنه أكثر أنه يحصل بالمستقبل على راتب تقاعد مرضي ومجزئ له نعم طب لو عدنا إلى مبدأ الإحلال لربما هذا المبدأ مستغل في بعض الدول أنا وجاءتني الفكرة حاليا والسؤال من سؤال من ما طرحته من إجابتك لو أتينا إلى مبدأ الإحلال عند الانتهاء من هذا الموظف أو إحالته إلى التقاعد المبكر لماذا لا يتم نقله إلى مؤسسة أخرى لربما تكون أقل صعوبة أو أقل أهمية ليخدم بها ما تبقى من سنواته ومن ثم يحال هذا إذا كان يعمل في مهنة خطرة حتى لو غير مهنة غير خطرة لماذا يحال من جهة أما هذا إعادة توزيع الموارد البشرية يعني هناك مؤسسات ربما تعاني من تضخم كبير في مواردها البشرية وهناك مؤسسات يعني تعاني من نقص في مواردها البشرية وأنا أذكر لك الكثير من المؤسسات فيه كثير مؤسسات تعاني ولذلك تلجأ إلى التغينات يمكن أن يكون هذا الإحلال هذا هو اللي أنا قصدته بحسن إدارة الموارد البشرية في الدولة إحنا ما بننفكر بشكل فردي المشكلة إحنا حكومتنا كل وزارة تفكر لوحدها كل مؤسسة تفكر لوحدها بمعزل عن التفكير الكلي أو الجمعي على مستوى القطاع العام كله ولذلك لدينا مشاكل ولدينا نتوءات في القطاع العام كثيرة من الصعب جداً أن نصلح القطاع العام ضمن خطة الترشيق وخطة ورؤية التحديث الاقتصادي بدنا نشتغل على الموظف نفسه أولاً وليس فقط على أنه إحنا كيف نرتقي بكفاءة الموظف بدنا نرتقي بالجانب الاجتماعي عند الموظف بدنا نشعر بأهميته في الوظيفة العامة بدنا نشعر بانتماؤه للوظيفة العامة بأهمية خدمة المواطن يعني أنا قل ما أجد موظف قل ما أجد موظف لديه الحدب والحرص على تلبية مصالح الناس مشيت مشيت ما مشيت خلص انتهى ولذلك يعني يصلني أنا شكاوى وأنا فرد لاحظ يصلني شكاوى بجوء أكثر مما يصل إلى وزارة العمل ومؤسسة الضبع الاجتماعي ولا أستطيع أن أجيب عليها كفرد لكن أحس بمدى الغضب وأحس بمدى يعني غياب الثقة ما بين المواطن وما بين مؤسسات الدولة هذا كيف نتغلب عليه هذا هو أس عملية الإصلاح الإداري في القطع العام إذا لم نفهم هذه القضية كل برامج التدريب وكل الإحالات على التقوعة القصرية وكل ما نسمع من ترشيق للقطع العام لن يحل هذه المشكلة إذن بحاجة لإعادة النظر بكل ما يشاع وأيضا وعلى الحكومة أن تخرج ويخرج نوطقها الإعلامي ويجيب على هذه المعلومة المتداولة إذا أنا كفرد وصلتني أكثر من خمسين مرة الآن بتم تداولها بشكل سريع جدا أن كل من له خدمة خمسة وعشرين درجة الأولى سيحال ولن يكون هذا تقاعدا مبكرا كلمة ولن يكون هذا تقاعدا مبكرا هذه اللي جعلتني أشك بهذه المعلومة وبمدى يعني صحة هذه المعلومة لأنه لا يمكن تقاعد قبل الستين للذكور وقبل الخمسة والخمسين للإناث إلا أن يكون مبكرا لا أحد يستطيع أن يلغي هذه العبارة إذن بانتظار التصريحات الرسمية وسنعود ونتابع هذا الموضوع شكرا جزيلا شكرا خليرة أميناتها الاجتماعية سيد موسى صباحي شكرا جزيلا شكرا سيدي شكرا 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 شكرا